حصة تدريبية شقة النهاردة واعصار بيكتسح الدحيل والزعيم يؤمر والدحيل ينفذ النهاردة كانت حصة تدريبية حصة استشفائية الهلال الزعيم النهاردة الزعيم الهلالي بيفوز على الدحيل في النصف النهائي ب7-0 اكبر نتيجة في تاريخ بطولات اسيا في النصف النهائي 7 وكانت حصة اسم الدرس النهاردة ايام الاسبوع 7 و6-1-7 وكنا زي ما بناخدها كنا اغنيا بنقولها 5-2-7-6-1-7-4-3-7 المهم النهاردة الهلال بيعلم على الدحيل ب7 اهداف متعة النهاردة كانوا بلعب وجول مشترجة انا اللي فهمتوا ان المعيوف ما كانش موجود النهاردة المعيوف النهاردة الهلال كان بلعب عشرة والمعيوف اللي سمعتوا انه كان بيتعشة فما كانش موجود النهاردة في المباراة يا جماعة المباراة هنتكلم فيها عن الهلال يمكن الدحيل الماتش تسرق اول ربع ساعة يعني نقاس في التشبيه المطحنة اشتغلت الاعصار في اول ربع ساعة 3-0 انتهت هو الماتش انتهى اول ربع ساعة فما احترامي للدحيل حتى الطريقة اللي كانت بلعبك رزبا او مدرب الدحيل النهاردة انت بتلاعب فرقة كبيرة زي الهلال السعودي فرقة كبيرة زي الهلال السعودي ولسه بسم الله الرحمن الرحيم لسه ما عرقتش وتلاقي تلاتة في ربع ساعة لقلم نفسك إلعب بخطة 10-1 اه عشرة واحد يعني الحلส مرمى قدام وتسعة و 1 قدام بس كده بس عشان نسمع ان في حد قدام بس إلعب مرتدة 2-3 لكن التاريخ بيكتب النهاردة التاريخ هيكتب انك شلت سبعة التاريخ هيكتب ان النهاردة الهلال السعودي كان بيدرس לכه النهاردة الهلال السعودي يعني فعلا مطحنة طحن والدحيل فانت التاريخ هيكتب انك انت مغلوب سبعة ليه مدفعش في اول ثلاثة اقول بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة ولا سبعة احسن التاريخ لكن برضو ادارة المباراة لغلط من مدرب الدحيل لان انا مغلوب ثلاثة في اول ربع ساعة الطبيعي ما هاجمش بقى لكن الغباء انا اسف التشبيه انت بتلعب الهلال يابني والهلال فرقة صائعة فرقة معلمين الزعيم يا بابا انت فوق يا معلم انت بتلعب الزعيم مش بتلعب ده الزعيم هو اللي يؤمر الزعيم هو اللي بيسيطر الزعيم هو اللي بيحكم الزعيم اللي يقول يمين ويقول شمال فانت تنفذ بس تعمل ايه ترجع ورا افل اذا كانت لك فرصة تروح بس غير كده ما تعملش لان النهاردة الزعيم كان بيتفسح النهاردة المرتداد حتى شوف الفرقة والاحترام ورامون دياز اول ما اتلت يا جون الهلال كله بيرجع يدافع وعى المرتداد وطبعا بيروح بالخمسة ستة ده غير الفرص الفرص اللي راحت كان ممكن تبقى اتناشر نهارد اكليش اتناشر يعني كانت هتبقى الفرقة من داستة مش تسعين دقيقة لا اللي يوصل رقب اتناشر نصفر وننهي المباراة لا ما ينفعش المباراة النهاردة شايف ان اذا انت عايز تهاجم الزعيم اتحمل العقاب الزعيم وهو ده هتعمل راسك برأس الزعيم هيعقبك وكان العقاب شديد هتقول انا هاجري ولعب الزعيم اتحمل علم عليك تعليمة بجلاجل هتكلم بس عن بعض المحطات المباراة جماعة اولا فرقة اللي للسعودي فرقة متكاملة وفرقة كبيرة جدا فرقة فان جمعة وصرعات ما شاء الله تبارك الرحمن يعني خلط ظهر وفرقة تقيلة عندك سعود عبد حميد عندك المعيوف طبعا حرس مرمى ممتاز عندك سوم عندك فرقة تقيلة وعندك نص مرعب بقى كنه يا سلام على كنه علمي وسلمان الفرج يا خبار ربياد يا خبار ربياد يا خبار ربياد سلمان الفرج حيثك لعيب اوروبي خش بقى على على ميشائيل سلم الدوسري خش على القاترة البشرية مصباح علاء الدين يطلع لك مريجة ايجاله والنهارده اللي عرفته ان كان النهارده دياز رامون دياز معه مصباح علاء الدين يلا رح طلعين اطلق العفاريت العفاريت انطلقه النهارده شفنا طبعا ايجاله اربعة ومريجة هدفين وسلم الدوسري هدف هي دي السبعية لكن يا جماعة النهارده تحس ان في ماشاء الله مريجة اكتر واحدة اللي بيعجبني يمكن ايجاله ايجاله لعيب بس السندوق ايجاله لعيب كبير هداف ما ننكرش ان ايجاله يعني لعيب على المرمى عالي جدا لعيب ما بيهزرش ايجاله لكن فيه حاجة لازم نتفق عليها ان مريجة خططي مريجة يقدر بيلعب ازاي الزكاء بتاعنا لما بيلعب الجناح لما كان بيلعب قدام سعود داعب حبيد في الليمين ويدم للداخل اللي بقى رأس حربة في الثمانتاشر بيبقى رهيب لما بيجي من الخلف في الامام بسرعاته ينهارسه مين بيقدر يوقف مريجة النهارده الديحيل عايزيني بيبص يرمو كنابل عليه ما بيقفش تيارات مفيش مريجة رايح مريجة لما بيروح محدش بيوقفه فالنهارده الماتش مريجة انا بحيي مريجة بصراحة انا بحبي مريجة جدا لانه تكتيكي جدا وتبني عليه خطة خطة مش ممكن فالنهارده سالم الدوسر ده هيعلي شوية مريجة يجاله لانها كانت فصحة اللي انا فهمتو النهارده ان دياز قال لهم نجيبي السابعة بقى ونريح لان ده كتحسها تدريبية للمباراة النهائية طبعا هيلعب بطل يابان في النهائي الماتش تذهب هيبقى في السعودية وطبعا العودة وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الزعيم لان يا جماعة بطل اسيا الزعيم المفروض الصح انا وجهة نظر بقى عشان لانا بشوف كده الزعيم هم يلعبوا بعض ويرحوا يلعبوا الزعيم في النهائي بس لكن الزعيم يقعد يلعب بقيمين ويلعب شماله ويضيع وقته الكلام ده بنفعش لان الزعيم على طول فين في النهائي فهم هيعملوا دورة مع بعض واللي يكسب فيه ويلعب الزعيم في النهائي فالمباراة النهاردة الزعيم بيتلاعب بالدحيل الزعيم بيتسلى انا اسف التشبيه في الكرة بالدحيل الزعيم النهاردة بيتعشى بالدحيل الزعيم كان بيؤمر والدحيل ينفذ الزعيم شباكه النهاردة كانت مفتوحة قدام اجالو ماريجا وسلم الدسري العملية النهاردة كانت فتحة المهم الزعيم الانهاء اسيا وان شاء الله بيفوز المهم انا مش لقى حاجة اتكلم غير النهاردة يا جماعة وجب دسمة من الاهداف يا جماعة والانطراقات وكانه ومشايل وسلم الدسري فرقة فرقة بتاع فتتحرك صح ورامون دياز مدرب عالمي ومدرب بيعرف ازاي وظف اللعيبة وازاي تغيراته لانت عندك نص ملعب المعلم والدماغ سلم الفرج معاكنه عندك السرعات في المين عندك كمان مشايل عندك لما كان بيزيد السعود عب حميد عندك ماريجا بكوة جثمانية يعني عندك خطوط متوازنة وخطوط تكسبك فرقة هي دي الفرقة حرس مرمة خط ظهر نص ملعب هجوم مدرب منظومة جماهير المجلزر جمهور السعودي جمهور الهلال يهزك بال جمهور الهلال يهزك بال المهم اذا عجبك الفيديو اللايك واشتركوا واشتركوا في القناة واشتركوا في القناة واشتركوا في القناة واشتركوا في الفيديو ونشوفكم على خير السلام عليكم